بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله أما عن درجة أمان استخدام دبس التمر يعد التمر آمنا في الغالب لأغلب الأشخاص ومن ضمنهم النساء الحوامل وذلك عند تناوله بكميات معتدلة ولكن لا توجد معلومات كافية حول أمان استهلاك دبس التمر أو الآثار الجانبية المترتبة عند تناوله بكميات كبيرة ولكن بشكل عام يعد دبس التمر آمنا عند استهلاكه بكميات معتدلة والكمية طبعا حسب عمر وحالة كل شخص وهناك محاذير لاستخدام دبس التمر لا توجد معلومات كافية حول محاذير استخدام دبس التمر بشكل خاص ولكن دبس التمر يعد بديلا جيدا للسكريات المصنعة بشكل عام كما ذكرنا سابقا إلا أن الاستخدام المفرط له قد يسبب آثارا جانبية تضر المصابين بمرض السكري كما أنه قد يسبب مشاكل هضمية حيث إن تناول الدبس بشكل مفرط قد يسبب الإسهال بالإضافة إلى ذلك فإنه ينصح بتجنب تناول الدبس للمصابين بمتلازمة القولون العصبي أو أي مشاكل في الجهاز الهضمي نتمنى للجميع دوام الصحة والطمأنينة ومثل العادة ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع إذا فيه أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار عتفاعكم ومثقاتكم بنا نرحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة